نكبة 11 فبراير هي التي أوصلتنا إلى هذا المستنقع الذي نعيش فيه نكبة 11 فبراير هي من دمرت المنقزات، دمرت الكهرباء، دمرت المياه، دمرت كل البنية التحتية هذا بفعل 11 فبراير التي يسمونها هم بثورة وإنما هي نكبة ونكبات وثورات على الشعب نفسه وليست بثوراتهم كما يزعمون، نكبة فبراير هي التي دمرت الثورات السابقة نكبة 11 فبراير هي من أطلت المكاتب الحكومية، ثورة 11 فبراير هي من قطعت على الناس جميع وسائل الحياة المعيشية والتكاملية والبنية التحتية وما إلى ذلك هم نكبة 11 فبراير كانوا يزعمون بأننا سوف نعيش في رفاهية ولكن للأسف الآن كل من شارك في نكبة 11 فبراير الآن يلعن نفسه ويلعنه التاريخ بأنه كانوا يساندون هذا 11 فبراير الآن ضاعت كل الحقوق، كل الحريات، يعني الناس رجعنا بسبب 11 فبراير إلى ما قبل الثورة 26 سبتمبر إلى الإمامة الزمن الجميل، أحمح للأيام، خلال يوم تتوكر لا حصلنا لأمن والاستقرار، لا حصلنا الأسعار طلعا فين 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 بسبب هذه الثورة اللي عنكبونا فيه بيت، بسبب هذه الثورة اللي قابونا لنا إيش من 11 فبراير لا لاقنا إلا المالف بعدها، لاقنا الأسعار للعلالي، لاقنا الدول للعلالي، لاقنا عمل الاستقرار يا أخي عودوا لي حفرة واحدة، حفرة واحدة الآن يا المسؤولين القديد، يا تحالف، يا ميليشيات، يا من كان كان يلي أوقعت لنا الأمراض، يلي أوقعت لنا الأبوية، يدفونوا لنا حفرة فكنا الحصار الموجود اللي كان حق الحوان، حاصرتنا من كل جهة، بنتوا علينا، ضيقتوا علينا الداخليا وخارجيا من كل مكان، يعني إيش هي الأسباب؟ إيش هي الأسباب هذه؟ كلها سبب 11 فبراير أو نكبة 11 فبراير، فمن المسؤول؟ رحمة الله على عفتاش نلقائنا قولة شعب كله، أنا الآن ثمان سنوات لم نعتقاض راتب، بذمة من؟ صحيح، أنا رقعت استغفرت وأنا خرق من ضمنها، لكن ما نجداني نحن منكوبين، لناس معينة، لناس مخصصين للمصالح وما اللي راح الخارج، واللي راح الشمال، واللي راح القنوب، واللي راح تركيا، واللي راح قطر لمصالح بيع الوطن، على حساب الكاذحين والضابحين، فإيش نقول؟ رحمة الله عليك يا عفتاش عود دي ما كان يقول من أول أن نكلمها بكل السطف وكل جهازية كل هذه المشاكل والقرائم التي تحل في اليمن حاليا، سببها حدث 11 فبراير وحدث 11 فبراير يعتبر نكبة وإرهابا أنتقى ثورة مضادة ولم تكن فوضى 11 فبراير كثورة شعبية تخدم الشعب والوطن في 11 فبراير، إحنا كنا متوقعين أن الثورة هذه تنجح وتتغير البلاد، تكون دبلة مدنية لكن الثورة أصبحت ضحية، لأنه أقاولنا الماليشيات والتمام، وشلوا الثورة بكله ولأن أصبحنا نحنا في الشوارع، غلاء، يعني غلاء المعيشة، الرلاتب حقنا ما تكفيش يعني ما تكفيش حتى إيجار بيوت، باستلم من 50 ألف، إيش بي تفعل بل 50 ألف، أنا معين ثمانة أطفال ما تكفيش حتى تصرب عليهم، ولا تدرسهم، ولا شيء، تمام، الحوادث يعني الاغتيالات في الشوارع، ما بيش أمان تجزع عنده يعني وانتخائش، عرفت كيف، إحنا أصبحنا اليمن بكلهم مع الرظيم للخطر الآن قبل الثورة، ما بعد الثورة، فرق كبير جدا بالنسبة للمائل المواطن العادي من أسعار المواد الغذائية، من المواد الاستهلاكية، من المشاقات النفطية، فهناك فرق كبير جدا ما قبل الثورة، ما بعد الثورة 11 ببراير، النكبة العظمى لمدينة تعز، اللي انطلقت من ساحة الحرية تعز كنا مغفلين، أو كنا مثل الراعي، الذي هو الشغل 11 ببراير، نكبة وطن، ليس نكبة عدة محافظات 11 ببراير، غزو فكري 11 ببراير، عانى المواطن اليمني كثير منه، بالمقال الاقتصادي الاجتماعي يعني النص لابحين، النص لابحين، النص لقانين، أنا كإنسان عندهم وهي بو كده، أشتغل بالبوفيا دي نص نهار الفاتنة قدنا يعني مدير شركة، الثاني على الدفعة، الفاتنة قدنا مدير شركة، ليش أشتغل بالبوفيا من أجداري؟ نكبة 11 ببراير، كنا من قبل عايشين 11 ببراير، أن يعتذروا للشعب اليمني واليمنين، كونهم اقترفوا قرم كبير لما وصلنا إليه نكبة فبراير خلقت بنكبة كبرى، ما تسمى بنكبة الواحي والعشرين من سبتمبر ودخول الحوثي إلى دماغ وإلى عمران وصلنا إلى صنعة ووصلنا إلى تعيد ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر